يعني طبعا غزة ستظل دائما من الموضوعات المهمة اللي احنا دائما بنحطها ونعتبرها من قضيانا الاساسية و احنا شركاء و خلوا بالكوا دائما و انا الحقيقة بلوم بعض الناس اللي بتهاجم المقاومة في هذا الوقت ممكن ان يبقى لي تحفظات على حماس وارد و ممكن ان يبقى لي خلافات وارد ولكن المقاومة التي تواجه اسرائيل و في هذا الظرف و في هذا الوقت ان لم تؤيد المقاومة في حقها و في الدفاع عن ثوبتها و عن ارضها ياخي لك ان تسكت لكن ما تحولش المعركة و انا بقولي الاعلامي اياه اللي ما بطلش تشكيك في كل حاجة مرة في الدين و الان في لحظة نحتاج فيها كلنا كعرب مش بس كمصر نحن نحط ايدينا في ايدينا بعض و ان اللي بيحصل في غزة هدف مصر و هدف الاردن و هدف لبنان و هدف سوريا و هدف الخليج لازم نبقى على ثقة من ده